اشتركوا في القناة 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 عندي طبعاً زيادة ايوب برضو راس حرمة رعب كويس قوي تلعبوا كم وجول في الملعب مسابة اثناشر سنة بنلعب تمانية وجون بس يعني ده مؤشر للسنة الجاية. اه. يعني هنالعب السنة الجاية احداشر فرقة دي. فتمانية وجون بتبقى آآ مؤشر كبير للسنة الجاية. تمانتاشر تمانتاشر. اه. في لعبة في لعبة آآ آآ يعني سال فاته كنت ماسك الفين واسبعة. اه. في لعبة انا ما كنت عارف انها مش هتكمل في احداشر. اه. وبالفعل ظهر السنة دي ان هم ما ادرواش يكملو في احداشر. طب انت ازاي النهاردة مرحلة سنية صعبة الفين وتمانية هيحصل عملية انتقالية السنة الجاية من تمنتاشر لتمنتاشر مساحة اللعب لبعد كده الملعب كله. ازاي الشغل والتحفيز والجمل طريقة اللعبة. طريقة اللعبة مستر مايكل السنة دي موحد الطريقة. اه. على القطاع كله. وخاصة فرت الفين وتمانية والفين وسبعة. اه. لان هما تابع البراعم. اه. فموحد الطريقة بتاعتهم بنحضر محاضرات كتيرة مع فرق الناشئين فوق. اه. اه. وفيديوهات كتيرة على طريقة اللعب. وهو بعد دور زد قال لي ان شاء الله بيزن انها هنوحد الطريقة. اه. بحيس تبقى كلها طريقة واحدة. اه. ودي حاجة كويسة طبعا. لان كله بيخدم بيخدم على القطاع الناشئين. اه. الكابتن ياسر محمدين طبعا مشرف على المشرف فني على البرائم. اه. اه. هو همزة الوصل او اللي بيعمل لينك بيننا وبين الخواجه. الخواجه. اه بيتابع الشغل بتاعنا. الخواجه بيدينا كطوط عريضة. اه. وبيسيب لنا مساحة كبيرة او اللي احنا ننفذ. وبيتابع الشغل بتاعنا بتنفذ صح او لغا. اه. فارق معاكو في قطاع الناشئين. يعني دايما الفكر ان مدير فني للعبين هيطور اللاعبين. لكن الحاجة الجديدة اللي احنا بنشوفها وبنصورها ومتابعينها معاكو ان هو كمان فيه اجتماعات دورية مع المدربين بيحاضر المدربين. طلع معسكرات مع الفرق اللي بتلعب بطولات الجمهورية في السماعيلية في بداية الموسم. دايما بشوفه مجتمع دايما المدربين. وكمان اللقطة الشهيرة بتاعته بيقعد فوق المبنى الاداري. دايما بالكاميرا بتاعته جنبه المصور ويقعد يصور ويتابع الماتشات من فوق. ده مهم جدا. هو طبعا يعني مستر مايكل من ناس بيعمل باكتهاد. يعني دقوب كمان في عمل وعنده جلد على طول ان هو يفيد المدربين ويفيد القطاع. فعلى طول المحاضرات وعلى طول الاجتماعات ديت مع المدربين ومع اللعيبة. بنشوف فيديوهات كتير قوي. بنشوف الاخطاء وبنحاول ان احنا نصلحها اسناء الاسبوع. وهو مهتم جدا بفرقة الفين وتمانية والفين وسبعة على الخصوص يعني. لانهما السنة الجاية فرقة الفين وتمانية تلعب حداشر وفرقة الفين وسبعة قريدي السنة تلعب حداشر فمستر مايكل بصراحة سابينا مساحة كبيرة كمان. يعني بيجي يتابع التمارين والشغل بدينا اخطوط عريضة وبيشوفنا هنطبق. اه بيسيب لنا مساحة. يعني فيه مشرفين بيدولك التمرين. اه. لا هو بيقول لك. فكر. اه فكر وينفذ انت. اه. فبيقول لك وبعدين بيجي يسأل الهدف من التمرين ده ايه. اه. فلازمة دي مهمة جدا بيقولك الهدف. ولازمة نقولي الاولاد انا في طبيعتي ان انا بلازمة نقولي الاولاد الهدف من الشغل ده ايه. فدي مهمة جدا. لعبته كم مباراة دلوقتي في بطولة البراعنة. لعبنا خمس ماتشات الحمد لله اكسبناها كلها كان اخر ماتش اه ماتش الشمس. اه. اكسبنا تمانية. تمانية. يمكن مستر مايكل وكابتن خالد هنوني على المباراة دي. وهو قال لي كلمة قال لي انا مش بهنيك على النتيجة انا بهنيك على الاداء. لانه كان بيصور الماتش. اه. وداني فلاشة ان انا اشوف الماتش يعني. فاعمل ماتش كويس اوه ما شاء الله. الاداء اهم بالنسبة لك من النتيجة خاصة في المراحل السنية الصغرى دي. ان تشوف الولد بيتعلم ويتطور. ولا النتيجة ماتش. ولا ممكن يكون الفرقة كسبان عشرة وانت زعلان برضو مداي منهم عشان ما بننفذوش. يمكن كان في مباراة تقريبا الشرطة. كانت قابل الشمس. انا كنت زعلان جدا. اه. هي النتيجة كانت واحد سفر. كسبت واحد سفر. كسبت واحد سفر. بس الاداء ما كانش كويس. اه. الفرقة كلها كان ديقف لبعض اللعيبة. وده وارد طبعا. يعني انا كنت زعلان جدا من الاولاد. وقلت لهم الماتش ده لنسيان. كأداء. لك النتيجة اوكي ما فيش مشكلة. وطبعا وارد. ان يحصل الكلام ده. بس انا بقول لك كابتن ان نظام المسابقات نفسه لازم نتغير. يعني نظام المسابقة التمانية اللي هم 12 سنة و 13 سنة لازم نتغير. لازم يبقى مسابقة. لازم مسابقة. اه. لكن مسلا 11 و 10 و 9 مهرجانات مفيش مشكلة. اه. لكن الاولاد وسن سنة 12 اعتقد لعيب نادي الاهلي عنده من المسئولية ان هو يلعب وينفس. طب هل التدرج مطلوب النهاردة ما عرضه مع شن ولد بلعبش سبعة اقول يجي مرة واحدة اللي نفسه بلعب في الحداشر فهيلاقي فيه فيه فرق كبير جدا. فالتدرج ده النهاردة بلعب على مساح اكبر. السنة الجاهة ليه بلعب على مساحة الملعق. ممكن يكون التدرج ده مطلوب برضو. والله يا كابتن بس انا شاف ان 2008 من اول 12 سنة لازم ان يلعبوا 11. حداشر. لكن الفرق والفرق الصغيرة مش 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 قرآن ان هم يلعبوا خمسة وجود. اه. ما يزودهم ساحة الملعب شوية لعبوا ستة وجود. ممكن و2007 وجود وهكذا. بس 12 سنة انا شاف ان هم ممكن يلعبوا 11. يعني من اول 12 سنة يلعبوا 11. انا من رأيي طول ملعبار السنية الصغيرة دي فرصة للولد ان يستمتع. فرصة انه بيمارس رياضة. للأسف احنا حولنا هنا مهرجنات البراعم دي في 2011 و2010 و2009. باتخناءات ما بين حكامه واولاء اموره وصرات. وابتعدنا عن الهدف. من اللي بيفوز. انا عايزة كلمك في اصعب او في الحاجات الصعوبات اللي انت بتوجيها في مسابة 2008. والله كابتن يمكن التسمين بس انا مش مش مشكلة بالنسبة لي. لانك لعيبة كويسة. عند لعيبة يمكن لما اجي بقيم اي لعيب بقيمه على ثلاث عناصر الكوة والسرعة والمهارة. انا الاولاد دي لسه ما بلغتش. انا بركز على حاجتين. المهارة بنسبة كبيرة لازم يكون عند اللعيب والسرعة. فانا ما خليش اللعيب اللي هو مسنن او مزور ده يحتاج كبير. بسرعة تتصرف الكورة. وده اللي انا بدرب الاولاد عليه او شغالين عليه من اول الموسم. اللي هي الاستحواز في مساحات دقيقة. وطلع الكورة من الرجل بسرعة. وعندي كدرات لعيبة مساعداني انها هتنفذ الكلام ده. يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى في دورة زد. الاداء كان لكل الناس. حتى الكابتن علاء نبيل هناني. طبعا الكابتن خالب بيبه طبعا هناني على الفرقة. وهو قال لي انا بستمتع بالفرقة دي. احنا كمان نستمتع بيها دايما لما بنيني الاهداف او بنصار معنا مستمتعين بيها ما شاء الله. لا الاداء يا كابتن يعني بفضل ربنا فيه ناس كتير او بتجي تفرج على فرقة. اه. المشكلة بالنسبة للقطاعات عموما في مصر كابتن اولياء الامور. اولياء الامور لازم ان يفهموا ان فيه طارجة معين لابني ان انا عايز نلعب في اي حتة في الدورة الممتاز في الاخر. لكن هم بيخشوا في صراعات مع بعض على اساس ان الولد ده لازم ان يلعب في الناد الاهلي. اه. يعني هدف بالنسبة له ان هو يستمر في الناد الاهلي. ودي مشكلة بالنسبة الوليه الامر وبالنسبة للولد. وليه الامر يعني انت عايز الاخصة ان هو حاط الضغط على الولد الصغير. بالضغط اكيد. نفعش في السن ده لا. زي ما انا قلت من شوية. السن ده في السن استمتاع. الولد بيتعلم وبيستمت بكرة القدر. وبعدين اه كابتن الهدف ايه? انا ابن صغير لسه في السن البراعن. اه. لسه يعني فيه طفرة تحصل له تلتاشر بعتاشر خمستاشر سنة هيبان شكله اذا كان الولد ده هيقدر يكمل ولا مش هيكمل. والله انا بشوف بص بشوف ساعات مهزلة في المهرجان تاعت البراعن. طيب. يعني مرة وانا بتفرج. شفت مرة من المرات مدرب واقف على الخط. ولد عنده تسع السنين بيعنفه كأنه لعيف الفريل الاول. كأنه بيلعب مسابة مثلا كاس العالم. واللعيف ده خسر المدرب طولة كاس العالم. تشوف الاسلوب والطريقة يعني حاجة منافرة جدا. حاجة تانية برضو من الحاجات اللي شفتها وليه امر نط من على الصور. ايه. علشان عايز يضرب حكم. في المهرجان براعن. ايوة كابتن. هم هم مجدودين جدا. مم. وبعدين ما احترامي اليوم يا كابتن هم بيعندوا بعض. اه. بيعندوا بعض. والضحية الولد في الاخر. محمد صلاح رفع سقف الناس في الكرة دلوقتي. طبعا كابتن. اه. طموح اي العيف في مصر دلوقتي. او اي العيف في العالم بصفة عامة انه بقى محمد صلاح. اه. يعني محمد صلاح والنني وتلزجيه. مم. بس محمد صلاح بالذات طبعا. كل الناس بصى لمحمد صلاح ان هو تارجد بالنسبة له. مهدف بالنسبة له. اه. وده حق مشروع. بس في ناسة كابتن تموحها في ولادها او في ابنها اكتر من امكانياته. مم. فده بيدغط على الولد وبيضغط على وليه الامر. وبيضغط على المدرب. مم. يعني اه. الوليه الامر ما بيشوفش عيب ابنه. بيشوف الميزة بتاعته. يعني لو عمل اه. جات له عشر كور. عمل اه. تسعة ميز باص. وعمل باص قوي. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن سامة كنت بكلم حضرتك قبل الفاصل عن التواصل مع الولاد الصغيرين. التواصل طبعا بيكون صعب. خاصة دلوقتي يعني بعد الانفتاح دلوقتي والسوشيال ميديا. ازاي بيتم التواصل مع ولد صغير لسه عنده اتناشر سنة. والله احنا عا indeعدين جروب لفريق الفين وتمانية عن طريق الاداري كابتن محمد كش. هو اللي بيقدر يتواصل مع الاولاد. وده الافضل. ان المدير الاداري او الاداري المسلم على Play هو اللي يتواصل مع الاولاد. اه. يعني ما فيش د毅 اداري كل التعليمات انا بدأها للاداري. والادار بينزلها على الوص للأولاد. اه الفتواصل بقравة الاداري اافضل! طب بالنسبة حتة الدراسة والتنصيف ما بين الدراسة وما بين التمرين والكلام ده كله. اه طبعا. بتحطي مواعيد التمرين. اه. النهاردة. بيني طبعا عن مواعد الدراسة او المدرسة? طبعا نو. معنى طبعا التمرين بيبتر يعني مس给ìn維持 فيتجهمة اتنين ونص التمرين بيتبقى الساعة ثلاثة. اه. بس لزروف الكورونا الايام دي طبعا معظم الاولاد ما بيرحوش المدرسة. بس احنا برضو مستمرين عن نفس المواعيد دي. اه. اتنين ونصف التجمع والتمرين بيبقى الساعة ثلاثة. طبعا بيبقى في تواصل طبعاً واهتمام بالاولاد طبعاً في الدراسة. اه. 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 بحيس انهه طبعاً لازمة ان يبقى أولاد برضه عنده ثقافة ووووه ومتعلم. اه. ده الافضل طبعا. Certificating. طبعا. طبعاً. طبعاً طبعاً. بيبقى في تواصل طبعاً مع. بس عن طريق اليداري. عن طريق الإدارة. عن طريق الإدارة. يعني انت مفضل نفسك للحتة الفنية اكتر. طبعا. بالنسبة للولادة. الإدارة دي اعتبر مدير الكرة بتاع الفرق. هو المسؤول عن كل حاجة. عن طريق انا برضو بشكل مباشر. بس انا بسيبه الحتة الإدارية دي. تمام. عايزة كلامك عن الجهاز الفني بقى المعاون معاك. مين اسمها ومين الناس اللي موجودة معاك؟ كان معاه الكابتن احمد رقوف بس تلع عالفين وواحد. اه. 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 معايا كابتن سامير عبدالله مدرب حراس مدرب هاي بصراحة اخلاق اخلاق عالية جدا ومدرب فني هاي يعني. اه. معايا كابتن محمد كشك. اه. ومعايا عمال محمد شعبان واحمد بن يمين. اه تعالى مع بعض كده نشوف تقير ده مع لعب وجهاز الفين وتمانية وقالوا ايه عن مدربهم الكابتن اسمها زكي. احنا الاول بس وغدين المساحة كاملة من عندنا من من كابتل اكرامي المشرف عمد رقوف راس المرمى وكابتن خالد بيبو ومستر بروكتش. احنا بننمي في الولاد ان انا اهم حاجة عندي ان انا ببقى في السن ده انا معلم قبل ما اكون مدرب. ان دي مرحلة تعليمية انت في مراحل البراعم كلها انت بتبدأ تتربي الاول الولد على اخلاق النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي قبل المراحل الفنية بكتير جدا ايه. لكن المراحل الفنية يعني الحمده الله من السالة فاتت عندي يوسف صنديد تلاتين ماتش من غير ميت خلفية ولا هدف. السنة دي يوسف صلاح ليس جاي جديد نادي. انا بطولة زد بدون ولا هدف خمس مبرايات. اخدنا البطولة الحمده الله بفضل ربنا رقم واحد وبعكاح راس المرمى. وفي الدوري سبت مبرايات هو الحمده الله بدون ولا هدف يوسف صلاح. فالحمده الله احنا بنامي في الولاد ان احنا رقم واحد شخصياتهم. الشخصيات انت من صورك لازم تكون عندك شخصيات القيادة. لان حارس المرمى هو اللي بيبدأ في كل حاجة. هو الكابتن هو الملعب. فهو اللي بيقود الملعب كله رقم واحد شخصيات. الفرنيات دي مرحلة علامية. فبيبدأ يتعلم في كل حاجة. انت نفسك بتبدأ تشوف حاجات الولد نفسه فطبعا الجزء الفاني كله احنا بنشتغل معهم من السفر. مهما يكبر الحارس مهما يكبر لازم ياخد معلومات اكتر لانهو بيعد على مراحل كتير جدا. فدي مرحلة علامية وتعدد الاخطاء لازم بيعد على اخطاء كتير وانت دورك ان احنا بنعلم تحت مظلة النادي الاهلي اللي هو في النادي الاهلي. لعبنا مباراة كتيرة والحمده اللي قد دينا كويس وسيمنا كويس. والتمرينات الكابتن ما بيسبناش بيدينا بدنا على طول عشان انه بقى في الماتشات احسن ربنا يكرموا في الفرع الكبيرة ويكونوا مداربين في الفرع الكبار وان شاء الله يقدوا معنا مسلم جميل. حلمك ايه? حلمك تكون لعب كبير اوي ويكون زي محمد صلاة. اهم حاجة ان نكون رجالة بنكسب كل ماتش عشان احنا ده اهلي ما بنكسارش وكده بس. احنا لعبنا كذب ماتش والحمده الله لك سيبنا فيهم ومكسرناش ولا تعديلنا عشان ينفعش نكسر ولا كده. لازم تلعب كويس وشد حيلك. كده بس. حلمك ايه? نوصل في حريق اول. الحمده الله الماتش اللي فات قدينا كويس جدا بشكل كويس. عشان من اول الماتش سهلنا على نفسنا الماتش. جبنا اول جون في اول خمس دقايق بعدين تاني جون ورطاق جون. بقى الماتش سهل بالنسبالنا وكابتن بيشجعنا اكتر واكتر من بارة. يعني بيقول لي قبل الماتش خليك اجابي على جون. ركز على جون كويس عشان نسهل الماتش من الاول يجيب جون فالماتش يسهل. والفرقة اللي بتلعب ضدنا يعني تستسلم. فاحنا نقدر نجيب جون اكتر وننقدي بشكل احسن. وحلمك ايه مع نادي القهل؟ ان شاء الله هطلع الفريق الاول ومن احسن لعبها في مصر. تقولي ايه لكترات المتوعى؟ اشكرهم جدا طبعا للأداء اللي هم خلينا فيه ولمساعدة بتاعتهم لهم. ما شاء الله عليهم بالرغم يعني لعبها صغيرة لكن عندها شخصية النادي الاهلي وكمان متحدثين مش هيبين الكاميرا او الموقف نفسه. كابتن سامة واحنا كنا بناش قضية مهمة جدا في بداية الحلقة وكان معايا مداخلة مهمة جدا كابتن امام محمدين رئيس كتار الناشرين في الاتحاد السكنداري. عن الغاء البطولات السناتي. كان في فكرة كده او كان في بلونة اختبار من اتحاد الكرة عايزين يلغوا اه مسابقات الناشئين والبراعم. اه الاول يعني رأيك انت في الفكرة دي او رأيك في الموضوع عموما ايه؟ والله كابتن انا مش مش شايف هدف معين لالغاء. احنا بدأنا الموسم. والفيرستين بيلعب. طيب الناشئين ايه ايه المشكلة ان هما يكملهم. طبعا الاندية بتصرف مبالغ طائلة. ويمكن السنة اللي فاتت احنا مع تواقف طبعا يمكن بسبب الكورونا كان مجلس الدارة وكابتن الخطيب صرفتنا كل مستحقاتنا لغاية اخر شهر. يعني السنة اللي فاتت رغم تواقف النشار. اه طبعا. السنة اللي فاتت وجاحت كورونا. طبعا. اه مجلس الدارة النادي الاهلي. وفى بعوده كلها بالمنسبة لقطاع الناشئة. طبعا واحنا كنا بنتفاجئ كل شهر ان احنا المرتبات موجودة. وانتوا وقعدين في بيوت. واحنا وقعدين في بيوت. مفيش نشاط. مفيش نشاط. فده طبعا خسارة كبيرة على الاندية. احنا احنا يعني مش عارف على اي اساس اتحاد الكورو لغة. ام. او مثلا قال لك قال لك الفين وتلاتة او الفين وستة هم اللي يكملوا عشان بطولات اه جمهورية او 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 اللي هي منتخبات. طب والاندية والفين واحد دي وتسعة وصعين والبراعن. يعني هنعمل ايه? طب اه ماشي اوكي. يلقوا بس يلاقوا حل. ممكن تبقى بطولات مجمعة. ام. مسلا في كل مسلا اسبوع يعملوا بطولة مجمعة. ايه المشكلة? زي زد ما بتعمل. زي الصد ما بيعمل. ام. بحيس الدوري يكمل. لكن. ليه الدوري ما يكملش? يعني ايه اروح لبطولات مجمعة. ده اللي عندي نشاط. النهاردة انت مص بتنظم كاس العالم لليد بنظام بيبهر العالم كله. احنا خلاص بنم عشان ابعد او ارجع وراء عشان اجراءات ممكن انا اطبقها وافرضها في المهرجانات وفي المسارقات. يبقى فيه اجراءات احترازية في الملعب يبقى فيها عدد ولل وتشتغل الدنيا. والله يا كابتن انا مش عارف الهدف. يعني في فيه اجراءات كتير ممكن تتاخد بحيس الدوري يكمل. ام. يعني على اساس برضو في فيه فيه مدربين وفيه وفيه عمال وفيه موظفين. فهيبقى له كبير قوي على على مجالس الادارات في كل الاندية مش في النادي الاهلي بس. ما هو لو النادي ال الاهلي السنة الفاتل تزم. وقت جاحت كورونا. وسبدت كل مستحاة اللي اللي اللاعبين والمدربين. ووفاء وبعودوا كلها. السنة دي الاول الدوري توقف هيبقى فيه مشكلة طبعا. 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 هيبقى فيه مشكلة. طبعا. يعني النهاردة اللي هتدمنين. النهاردة عشان يبقى اللي هتقدر تسدد مستحاة مدربينها لازم يكون مدرب موجود وشغال. بيصرف. بالزبط. فاحنا طبعا يعني اتحاد الكرة كان لازم ان ياخد في 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 الحتة دي او النقطة دي. واستمر في البطولة. وبعدين البطولة فضل الله احنا هنكمل الدور الاولاني ثلاثة اربعة متشيات وهنلعب الدور التاني. فانا مش شايف فيها اي مشكلة ان احنا نكمل الدورة. انت النهار ده في شهر واحد. واحد. المسابقة جديدة في المسابقة جيدة تبدأ في شهر كامل? شهر احداشر. شهر احداشر. يعني انت النهار ده عايز اقف عشر شهور. عشان الغي مسابقة. كمتين احنا ما بدأنا. ده خمس ماتشا كانت. خمس ماتشا. يعني شهر اسبوع. بدأنا كان في شهر احداشر اخر اخر احداشر صح? اه. شهر واسبوع. اه. لعبنا خمس ماتشاة. كل اسبوع ماتش. خمس اسابية. طب بدأنا امتى وهننهي امتى? ام. فانا مش عارف على اي اساس هم لغوا. او خدوا القرار ده على اي اساس. طب ما البطولات كلها شغالة. طب وهي الفين وتلاتة والفين وستة. ما هي دي كورونا? لأ والفين وتلاتة والفين وستة قال لك استكمالها وهتلعب تصفات النهائية. دورين. علشان دي يعني الفرق اللي هيختاره منها منتخبات. طب النهاردة عنده الجيل الفين وواحد ده. اللي انتو ظلامتو كابتر ربع ياسين ما كنتو حطيتوه كبش فدة فيه يعني. وعزين انتو موازو جيل مهم جدا. الراجل اشتغل سنتين. ونزل النجوع والكفور والكرة عشان يجمع اللعبة دي. ومشاء الله عمل جيل مميز. خلاص الجيل خلاص يعني ما. كابتين فرقت الفين وواحد دية من احسن الفرق اللي موجودة في افريقيا. مم. وكانت مصنفة ان هي تاخد البطولة في تونس. اه. فخلاص كده ملهاش ارتباطات خلاص. يعني الجيل ده يروح فين. طيب والبقاعم دي كتير على مستوى مصر هي يعني يعني هيعودوا بالعشرة الشهر دول اللعبة ولا ايه. انا مش فاهل. لسه الرؤية ما بانيتش خلاص. ما بعتوش اي حاجة اسمي. هما ما بقتوش اي بس فيه اتجاه كبير. اه فيه اتجاه كبير للالغاء. بس طبعا يعني ما جاش حاجة بشكل رسم. اه. بس يعني انا بناجد طبعا اتحاد الكورة والمسؤولين المنطقة بتغضط. اه. منطقة القاهرة. عايزة المسابقة. عايزة المسابقة تكمل. اه. كل المناطق وكل المدربين. اه. ما بدوناش مبرر حتى ليه لالغاء كابتن. اه. فارجو انها تكمل ان شاء الله بازم الله. وانا بضم صوت لصوتك. واتمنى استكمال جميع مسابقة الناشئين سواء المناطق او الجمهورية. او البراعن كابتن سامة شرفتنا ونورتنا. ربنا خليك كابتن. مش استنتعنا معكم. ان شاء الله يعني نشوف هاتين وتمانية اللعيبة بتاعتهم منورة. ان شاء الله. ربنا خليك. ربنا خليك كابتن. سعيد. سعيد. في نهاية حلقتنا باشكر ضيف اللي منورني ومشرفني. كابتن اسامة زاكي المدير الفني لفريق الفين وتمانية. اللي منتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. بالنسبة للموضوع محمد الشناوي. هارجع تاني. النهاردة النادي الاهلي قدم تظلم لاتحاد الكرة والاتماس عشان عقوبة محمد الشناوي. عقوبة اللقاف اربع مباريات. العقوبة الظالمة. بكرة في اجتماع للجنة السلسية. اتمنى ان يكون القرار هو عدم عقوبة محمد الشناوي باي مباراة. ده الحق. وده الفير. وهم عارفين انهم قرارهم بالنسبة محمد الشناوي. قرار ظالم. كده وصلنا نهاية حلقتنا. هشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. وحلقة جديدة من الاشبال. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.